ازعل منك ازاي وانا متجاوزة احسن واحد يفصر احلام احسن واحد يفصر احلام دي اللي جايبال الكافية عندي زباين كتير جدا من كونترهم اددهم نم التليفون اللي بقيتها افصر على التليفون قالوا دكتور عاطم هو فصر احلام استشارة ولا حلم جديد حلم جديد اسمه احناك يا فاندم استاذ سيد اه استاذ سيد ايو استاذ سيد حضرتك حلمت بايه هاي حضرتك حلمت اللي انت لابس جزمة ضيئة عليك ام كمم ايه الحلم خلص حضرتك ما تكلمني عشان نفسلك ان الجزمة ايه عليك تفسيره سيوصلك حالا يا فاندم مايش شابد احو يهرب ايه حبيب التليفون بيرن قالوا دكتور عاطم هو فصر احلام استشارة ولا حلم جديد حلم جديد اسمهل لجاء فاندمه استاذ ماجدد صفحة الواحد ونبي اه استاذ ماجدد حدرتك حلمت بايه هاي حدرتك حلمت ان انت لابس جزمة واصع عليك ام كمم اه الحلم خلص برده تفسيره ايه? تفسيره اللي هديك نمرض سيء تبدله احلام مع بعض يا جزم. وضاي وحشنا. هل انت وعيش ما ده اخبارك ايه? عاملة ايه? عملة وحشنا والله يا ربنت عاملة ايه? حمد للاخبارك ايه تمام? تمام. اقوى. اقوى. عاطم. ازاك عملة. ازاك حبيبي. ازاك حبيبي. ايه حلوة دي. احشنا والله. انت مش تقولين انك جاي يا رجل. انا خليك عبيب. ايه معك عربية اتجيبك من مطار. انا خليك حبيبي. احمد الله عالتلام. عامل ايه في الجواز? جواز الفل. مية مية. زي فل الجواز حبيبي. وكله حلو ماشي. انا بقى محمد الله. اوه. مين المزة الحلوة اللي معاك? مزة مد بنتك. بنت مين? بنتك انت. من مين? من مين? من حمد زكاة. مديحة. مديحة. ماشي القضايا يا ابني والله ما ببضع. شوح حبابتي. ايه الحلوة دي? هم اللي بيتجوزوا بيحلوه كده? عاملين ايه اولاد في الجواز? كله زي الفل يا عام الحمد لله. كله تمام? تمام يا حبيبي الحمد لله. يكون مزعالك في حاجة املص ودانه. اه. يكون مزعالك في حاجة املص ودانه. برضو. املص ودانه وبنتي. ربنا خليها لك. ونفل. طب الكلمة السر كده. اه اتفضل حبيبي اتفضل. عامل ايه حبيبتي? بس خليكي جدعة. اه اي حاجة يقولك هات. اه. اعمل للي ايه? هات. خليكي شطرة ناصحة مدر. اتبوخيل ايه? هات. هات. كده على طول ايدك دي ما تنزلش. هات. طول مهبو في البيت ايدك كده. هات. اللي ايه يا حبيبي. ايه يا حبيبي. انت بتطبخ في البيت. فشل مديحة اللي بتطبخ. بتخسل. مديحة اللي بتخسل. بتكوي. مديحة اللي بتكوي. بتعمل بدنجان. مديحة اللي بتقوّر. بتطاوّر? اه. ما بتعملش حاجة. مديحة دام كل حاجة. يا انت داخل بمجهودك بس. طبي. في واحد سأل عليك اسمه عبد النرويجي. وقال لي انه هو من طرف. اه. اللي بيجي بي. هاقولك عليه بعدين. عامي النهاردة عيد ميلاد حضرتك كل صوته طيب كربطة حمرة داي يا حبيبي. صوت طيب. كربطة حمرة شليك على فكرة. مرسي يا حبيبي. صوته يا حبيبي. صوته يا حبيبي. تحفى. حلوة. تشيل. تجنل. جمدك. مش دي جاكتة بتاعتها او لا هي. الله يا صبي. كربطة كناني. شفت عطوفة بيحبك قديم. فرقت بي. اه. اه. هو حضرتك لابسك يا ليه. اه. كان عندي قدير في المضمغ. وطلعت البدنجان براقة. حبيبي. يا انا. ما انتعارف اللي بابي بيحبي يخسل ويطبخ غاوي يعني. اه. اه يخسل ويطبخ شغلة في البيت يعني. اين اللي شغالة يا انا ما اقورتش البدنجان خلي بالك لسه. البدنجان صغير انا اقور حاجة كبيرة. ها? لامي نفسك. حبيبة عمي والله. ما تجي معنا شرمشيط. او شرم الشيخ. في ندولات بأحضارها بتناقش علم وتفسير الأحلام وتلفزيون سيصورها. ده مالك ومال أحلام. ازاي بس ماله. انت بش عارف انه قاطب دارس علم نفسي. وعياتي فيها قسم كبير جدا لتفسير الأحلام. وبعدين هو بيفهم في الموضوع ده كويس قوي. يعني الأحلام ده حقيقي. عمي انا ما عامش نستير تفسير أحلام. يعني اقول لك اقول لي الحلم ان شاء الله هيحصل. التفسير. ممكن ايه? اه. يعني ده بيحصل حقيقي. ايه يا عم خير ان شاء الله. ده بيطلع ورقة وقالة. دراسة يا عم ان شاء الله اي حاجة ان شاء الله هيحصل لتفسير. حلمتي كده قال ايه? اه. خير اللهم اجعله خير. ان شاء الله. ان انا وزكية مراتي. حمادي. اه. وقفين على السطوح كده. اه. خير اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. وقفين وقفة رومانسية انا وهي. اه. والأمر قدامنا كده متدلدل رايح جاي. متدلدل. اه كان متدلدل ما عرفش ليه. مصر بخير كانتش لاقي مكان. اهو. حلم بقى. ايها ايها. ايها ايها. فانتازيا انا خاتنا شرط فانتازيا. حايمة كان الفانتازيا دي بتأثر عليك. لا ي PAUL SAIN أنت بتفسر فانتازياقولها اي GSA اوكي. قعده بقى. انا اللعحة كده واغنلها. واغنلها. بحبك وحشتيني. بحبك وانت نور عيني. الله عليك. و لو وإنك مخزق عينيك بحبك موت هي تدلعت بقى ورحت عاملة كده ورحت أنا شايلها كده وبكل رومانسية ورحت رميها من فوق الصدور رميت أمك من فوق الله الله يا وهي نزلة والفستان طار وحالتها كتميلة ده تفسيره ايه يا شخصي سأسألك شوية أسئلة على الأساس هذا الفست الحل أنت غنيت لحماتي ورحت شايلها ورميها من فوق الصدور الحمد لله كان صدور العمارة دي العمارة دي كان دور 27 دور 27 دور فيه ترخيص في الحي بال27 دور ترخيص فيه ترخيص ضروري ولا العمارة تقع المحافظ ماضي على ترخيص المحافظ مش عارف يا ابن أصلا مشغول إزاي حرم الولية مش فاضي بقى هتشوف المحافظ ماله الراجل ماضي ضروري يمضي ماضي العمارة ليه بواب أيوة ليها بواب ليها بواب أيوة أيوة قاعد تحت ليها بواب معاب طاقة معرفش أنا شفته قاعد بيعدي صابح رجليه معرفش كان فيه إيه وصل لحد 12 معرفش يبقى معاب طاقة البواب خلص جيش يا ابن أنا مش فاكره قاعد يعد ويخلص ويعيد تاني يلقى صبوع نائز صبوع زيادة الراجل مشغول بقى يبقى خلص جيش طب عمي البواب لما بتندهو بيطلع لا بيقلع طب الأسنصير صناعة إيه الواد مفطرش صيني صغير هاي اللي عمي أسنصير صيني وغنى الحماتي ورحرميها أمي تفسير الحلم ده أن البواب حيموت خد يلا إيه أنت في أنت غلط ليه البواب قعد تحت بيعد في الصوابع أه أنا شدت زكية من فوق ورميتها من فوق أنت مش رميت زكية مراتي من فوق يبقى البواب حيموت تحت حيموت من أنت قعد تحت بيعد هاي والزكية هي اللي فوق هاي مش رميتها البواب حيموت لا يراني أه طب إفرد أنا سبت زكية تحت أه وخدت البواب يعد صوابعه فوق أه على السطوح أه ورميته هو مين حيموت زكية بالحلم اللي جاي إن شاء الله شكرا